ماشي بس ده برضو خلاص الحياة كلها انا بتعاكس وهو بتعاكس وكل الناس ده طبيعي لكن انا بتكلم على السوشيال ميديا يا دكتور يعني دلوقتي حدايك قلت انا الراجل بيدخل من البيت اول حاجة محبش يتكلم في مشاكله وفي شغله تاني حاجة قلتلي انا في حاجتين الراجل ما بيحبهمش او ما بيرجع البيت اول حاجة لما هو ما بيبينش ان عنده مشكلة في شغله ماشي تاني حاجة في تاني حاجة بقى عاوز بعد ما يقعد وياكل ويهدأ كده يكمل اللي كان هو ممكن يكون بيعمله هو بر البيت يا حبيبي لا ده هو بيكمل حاجات تانية ده هو بعد ما بيأكل وبيخلز بيشتغل على السوشيال ميديا لا بيقعد بقى بيقعد يقول لها عند رؤية انا كلت وخلصت الغداء وهكلمك بقى بالليل عشان مراتي جمي هو ده بقى لانا بقول عليه لو احنا هنسمي الخيانة الزوجية خيانة الفكرة ولا خيانة الجسد اللي اتنين مرتبطين ببعض يعني ايه خيانة الفكرة نفسها معناها ان فكرة الزواج هو بيخونها هو بيخون فكرة الزواج الله حلوة الجملة خيانة الجسد ولا خيانة الفكرة يعني انا جوزي مجرد ما ييجي في دماغه فكرة انه يكلم واحدة تانية او يشوفها او يكلم معها السوشيال ميديا دي خيانة ولا لازم يبقى خيانة جسدية عشان اقول انه هو خني تعاونا طلع نشوف الدراما يعني صورتلينا موضوع طبعا كتير قوي ترجمة نانسي قنقر